كل سنة وانتم طيبين العيد خلاص على الابواب متيجوا قلوكوا ازاي سويت الزين ضداني ده مع ورق العنب الطحفة ده بس قبل كده تعالوا نشوف جبنا الحاجات الحلوة دي كلها منين يلا بينا بقى على صارح حضرموت شيخ المندي في زايد واللي خلاص بقى عنده جزارة كبيرة وكل اللحم اللي فيها من مزارعهم الخاصة شايفين نضافة المكان واللحمة جوه التلاجة بسم الله مشاء الله تفتح النفس هم كمان اول جزارة تعمل صواني لحمة نيت في مصر وبسعر فاجئن جدا شايفين صانيطة قنبلة وزنها 6 كيلو فيها كيلو مشكل كبدة وكلاء وقلوب وكفتة ونيفة ولحمة وزجق ومنبارو معها نص شش هدية كمان ولا صانيطة 999 فيها كيلو لحمة ملبسة ونص كفتة ونص سجق نيجي بقى لصانيطة 555 كيلو لحمة ملبسة ونص كفتة ونص سجق دي بقى الصانية الرابعة صانية الدوشة 3 كيلو فيها نص كفتة نص سجوء نص برجر ونص مفروم مع نص كلاه ونص كبدة نيجي بقى الاهم صانية للعظمات ولا انا جاي عشانها وهي اكلت الضاني ما شاء الله فيها زند ضاني واثنين كيلو ونص قلوب مع نص كلاه ونص كبدة ونص مخاصي بصوا اللهم بارك الصانية دي اسمها محمد صلاح فيها نص جدي وكيلو كفتة وكيلو سجوء وممبر هدية وشيش طوق هدية كمان تعالوا معايا بقى نشوف جمال المصنعات والاطباق المتابلة الجهزة على التسوية بصوا اللحمة وحلوتها يا خبر صبح وتتكل نية كل القطعيات موجودة وفرش كل يوم واللحمة بتتقطع قدامك زي ما بتحبي وبتتشافة وكل حاجة قدام عنيكي انا كمان اخدت طبقين ورق عينب جهزين علشان التسوية والله بينا بقى نشوف هنعمل ايه في وصفة النهار ده ويلا نبدأ بالتدبيلة الخطيرة فلفل اسود ملح رشة حبهان بودر رشة قرفة بسيطة جدا وكمان زعفران بودر وتعالي نحط معلقة عسل او معلقة سكر المتاح عندك شوية زيت صغيرين حوالي كده ربع كوباية يلا اللي بيكله مع بعضه كويس جدا جدا ودي هتكون اسهل واحلى تدبيلة علشان اللحمة اللي احنا جايبينها من حد رموت شيخ المنتي شفتوا الجزارة عمالي فيها ايه فتح لي فيها جيب كده فتعالوا بينا يلا ندلك بقى اللحمة بالتدبيلة الخطيرة شايفين اللون ده بقى من الزعفران البودر ادالها لون حلو قوي يلا بقى نتبلها من تحت ومن فوق وجوه وبره كل الاماكن بتاعتها بحيث اللحمة تتشرب من التدبيلة الحلوة دي شايفين كمان من جوه اهو وبكده تكون خلاص حتة اللحمة جهزة معانا فاكرين ورق العنب اللي جبناه يلا بقى نحشي بيه الزند كويس جدا بالشكل ده ونقفل بقى عليه بخلة شايفين الجمال طحفة عايزكم تتخيلوا معايا كده طعم ورق العنب اللي هيستيبي جوه اللحمة تعالوا نجيب بقى صانية نحط فيها ورق لورة بصل توم تمام ونحط فوقها شبكة ونحط فوق الشبكة دي الزند بتاعنا لمحشي ورق عنب ونملة بقى الصانية مية ونغطي بورق زبدة وبعدين ورق ألومنيوم أهم حاجة في الموضوع إن احنا نغطي كويس جدا طريقة التسوية دي هتخلي معاك حتة اللحمة دايبة وفي نفس الوقت مش نشفة ولذيذة جدا واخدة لون هايل يلا على الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة وبعد كده نهدي درجة الحرارة ونسيبها كمان ساعتين تلاتة تستوي بقى براحتها وتطلع معاك يا خابة ربيض ريحة وطعم جنان بصوا كده تعالوا معايا كده بصوا نزلي بقى ورق العنب اللي استوى جوه زند بالطعم بتاعه الخطير ما شاء الله اللهم بارك أما اللحمة بقى فطلع بقى دايبة ومستوية طبعا استويت على البخار على الهادي خالص خدت وقتها في الفرن فطلع معانا زي الزبدة ما شاء الله الطعم بقى حكاية لإننا مش مكترين التوابل فيها فطلع كده طعم اللحمة باين وخصن اللحمة نفسها نوعيتها كويسة وبالتالي طلع بجد من وراء الخيال جميلة جمال مفيش بعد كده مستنين ايه يلا جربوا الوصفة في العيد وقلوا لي رأيكم كل سنة وانتم طيبين